عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعدادات بدء المرحلة الثانية وأشهر مدبولي في بداية الاجتماع إلى الأهمية التي توليها الحكومة بمختلف أجهزتها للمبادرة الرئاسية حياة كريمة كما اطلع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 1477 قرية في 20 محافظة واستعرض الاجتماع أيضا لاستعدادات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية